اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبانا محمد صلى الله عليه وسلم هنبدأ روتين بقى النهاردة ان شاء الله كله نشاط وكله حيوية وطبعا زي ما عودناكم الروتين بتاعنا عشان ننجزه يبقى بدري نسحى بدري شوية يعني مش بدري قوي هي مثلا ساعة بدري عن المعتاد بتاعك هتنجز فيها كل مهامك اللي بقى لان الساعة البدرية منسية كانت ستة الله يرحمها بتقول لي كده تقول لي سحي بدري وقدي حكتك وبعد كده تنامي تقومي برحتك ليه بقى لانك انت ما تعرفيش مين هيخش بيتك ما تعرفيش ايه الظروف اللي هتحصل فان شاء الله خير فانت تقومي مثلا ساعة بس بدري ساعة واحدة بس مش اكتر عشان ما تجيديش نفسك وطبعا احنا في رمضان والناس بتصحى يعني للسحور وبنفضل لغاية الفجر والكلام ده فاحنا بس هنزبط وقتنا ان احنا نصحى ساعة بدري طبعا الساعة البدرية زي ما قلتلكم منسية وطبعا كانت ايه جديش الله يرحمها يعني على طول بتقول لي كده وانا فعلا لما جربت الروتين بتاع الصبح ده فكنت مبسوطة جدا جدا وكانت برضو بتقول لي حاجة حلوة جدا بتقول لي اخسل بيتك ورشه ومتعرفش مين اللي يخشه دي حقيقة جدا يعني بس انا صحيت من بدري يعني كانت الساعة حوالي عشرة او حداشر يعني مش بدري اوهو وقمت بقى شلت الامة الغسيل وروقت قودة الاولاد وهنا انا برش كده تملي على طول على في البلكونة لازم انا عقمها برضو عشان اولادي بيعودوا فيها برش دتول على مية مخففة بمية وبقى احب انا ريحة الدتول جدا بحس بريحة نظافة يعني غير المعتاد هنا بقى انا حطيت الغسيل وهبدأ اجيب دورة تانية من الغسالة وابدأ انشرها اول باول كده الغسيل يتغسل يتنشر بقى على طول عشان ايه اه ريحته ما اتغيرش والكلام ده فانا رحت انشر الغسيل بقى وقلت ايه ابدأ معاك وروتين حلو كده ونعد نتكلم مع بعض شوية اه كان في الروتين اللي فات اه كانت فيه اخت يعني اه دخلت على الخاص وكلمتني وقالتلي اه الصراحة انا مش حبك في الروتين وكده اه والكلام ده اه تمام انت رأيك على دماغي انا اخلي بالك انا ما بناطحش ابدا ابدا ولا بعانت في الام في الكومنتات السلبية بالعكس انت تديني رأيك بس برضو بقول اي حد يحطلي ديسلايك ده حقك عادي انت مش عاجبك الفيديو هتحطي ديسلايك ولكن ياريت انا يعني انا بطلبها منك طلب وارجوك اما تيجي تحطي ديسلايك اكتبيلي تحت انت حطيت الديسلايك ليه عشان احسن من نفسي واشوف ايه غلطاتي في الروتين وانحنا اخواته بنعلم بعض لاي ان انت تحطي لي ديسلايك وتمشي على طول كده لأ زي اللي بيحطي لي لايك وبينزل مثلا يعلى مثلا عجبني كذا عجبني كذا طب انت جايبة ده منين كده يعني بس انا مش طلبة منك كده ودي حرية شخصية تحطي لايك تحطي ديسلايك دي حاجة بتاعتك طبعا يعني هو قصلا الحب ده ابتع ربنا يعني انا مش هكبرك ان انت تحبيني او تكرهيني دي حاجة ايه خاصة بكي بس انا بقولك يعني قولي لي شد انتباهي انا زي اختك وانت بتشد انتباهي والروتين ده انا بعمله ليه احنا بنشجع بعض احنا عارفين ان كلنا شطرين وعارفين ان احنا جوانا حتة صغنونا كده عارفة اللي هي الشطورة الشطورة بتبقى جوه محتاجة ان حد يطلحها بجد والله العظيم محتاجة ان حد يطلحها كلنا بنكسل وكلنا يعني اولادنا ما شاء الله بياخدونا والوقت بياخدنا وبتحس انك وراكي مهام كتير ورمضان سبحان الله جري جري والوقت ديق يعني بتسحي الصبح على ما تخلصي في طارق المغرب قصد على ما تخلصي المغرب الصحور جي بتحس ان سبحان الله رمضان الوقت فيه ديق جدا 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 فانا بس كنت طالبة منكم اللي يحط تعليق او اي حاجة يعني يسألني عادي انا مزعش يعني من الكومنتات السلبية بس انا قمت بقى وروحت مسحة كده من على الوش بالشرشوبة وبعد ما كانست القودة كويس جدا ونفطت السرار بتاعت الاولاد واي كرسي بيبقى محطوط بشيله وبمسح من تحتي زي ما انتم شايفين دي كلها ترويات اللي هي من على الوش يعني ما فياش اي حاجة ولكن احنا بنشجع بعض وده كان المنظر النهائي بعد ما خلصت وشوية الغسيل دول قال له ان شاء الله هاخدهم اطبقهم يعني طبعا ما ننساش صلاة الدهر كانت دهر ازم فعدت صل الدهر وقلت هاعد اطبق شوية الغسيل بعد ما طبقت شوية الغسيل كنت جايبة شوية مشتريات النهاردة نزلت السوق جبت شوية حاجات وجبت شوية المشتريات دي فقلت ايه اورها لكم وديكم فكرة دي يعني كل ما بنزل بشتري شوية حاجات كده للمطبخ حاجات ممكن اكون محتاجاها جبت الفوت الحلوة دي قلت عشان لو هعمل مغبوزات او معجنات اغطيها ولا حاجة انا بحب فوط المطبخ جدا يعني من اكتر الناس اللي بتشير فوط المطبخ الفوت دي كانت عامل عشرة جنيه وجبت المعطر بالخوخ ده بتبقى ريحته حلوة جدا ده من محل اسمه اجمل العنقود زي اخر العنقود اللي هو ايه مرة واحدة شهر كده كان كل حاجة عنقود عنقود فهو من المحلات دي يعني اللي هي ببيع الاكسسوارات والبيع الادوات المنزلية والحاجات دي جبت العلبة الحلوة جدا دي عجبتني جدا قلتها بقى ايه احط فيها الكحك والبوتفور والبسكوت والحاجات دي واحطها على الصفرة او واحطها قدام الاولاد وعجبتني جدا ان هي بغطى وما كانتش غالية قوي يعني كانت سعرها بتالي تسعة وتلاتين جنيه اهو انا حتى هوري لكم اهو كانت عاملة تسعة وتلاتين او تسعة وتلاتين ونص يعني اربعين جنيه وجبت الطبين دول برضو قلت برضو اقدم فيهم برضو اي حاجة برضو يعني عجبني شكلهم انهم مربعوا الطبق انا عامل عشر جنيه وهنا اللي معي الصغيرة دي جي بتاعش انا بشكل بها البتفور يعني ايه ازواء بها ازواء البتفور ازواء ترطة ازواء حاجة بكت ببقى محتاجة الحاجات دي ودي الطاعة او شيالة اه جاتو ترطة والحاجات دي فجبتها برضو كانت عاملة خمسة وعشرين جنيه انا نزلت المحل ده كان فيه شوية حاجات نقصاني فجبتها اه جبت دي برضو عجبتني جدا جدا اللي هي من الوطنية اللي هي الطاعة بتاع الحمام ده اللي هو دي بتحط فيها الصابون والتانية بتحط فيها اللي هي الفرش بتاعة المعجون وكده عجبتني لي بقى عشان ان هي نوعها زي البلاستيك كده مش ازاز ومس صيني والكلام ده لان انا جبت كذا واحدة صيني واولادي يخشوا التولد فتقع منهم فتكسر والكلام ده انتوا عارفين الاولاد وشعوتهم وده القلم بتاع الشوكولاتة الصراحة اول مرة جيبه اللي هو بيكتب على التورتة والكلام ده فقلت هجربه كنت جاباه برضو بعشرين جنيه فقلت هجربه فانا جبت شوية المشتريات البسيطة جدا جدا دي فقلت طبعا لازم انا شارككم بيها وارهالكم ويلا نروح نعمل الفطار بقى عشان الوقت كده جري بينا هنا بقى جبت كم عندي كفت كفت اللي هي كفتة الرز بالخضرة والكلام ده فجبتها وطلعتها سبتها تسيح على ما رجعت من السوق وخلصت ورحت صبعتها زي ما انتوا شايفين وهنا جبت بصلايا وعليها معلقة من السمنة وهنا برضو شوية من الزيت والسمنة انا خلاص شغلت البوتاجس كله وقررت ان انا اخلص الفطار بتاعي في اقل ان شاء الله من ساعة فانا هنا البصل بدأ ان هو يحمر فحتلت عليه معلقة من التوم البصل بالتوم بيبقى ريحته حلوة جدا في الكفتة بتاعت الخضرة دي وهنا ضربت قوطة وصفتها وطبعا يا بنات لازم نصفيها يعني وهنا كان الرز غسلته وحطيته حطيته عليه الشربة وسيبته يتشرب وعلى النار التانية نحط الكفتة يعني عارفة والله العظيم الموضوع مش هيخد منك حاجة بس الواحد بيبقى مستقل يا انا صايمة وهاروح السوق وهارجع لا دي نوجة بتقول كلام كده يعني لايصح يعني بالاخر لكن لا والله انت قومي ونشطي نفسك وشجعي نفسك ومن بالليل بيحط لنفسك كده مهام في دماغك ان انا هقوم الصبح مثلا النهاردة وراية تلجة بكرة هنضف البتاجاز بعده هنضف تحت الحود بعده هروأ مثلا كركبة الموعين اللي بتبقى في اللي ما بتخلص كركبة الموعين اللي ما بتخلص ايش غطى مقلوبش حل فاتكركبلك الدرفة بتاعة المطبخ بس انا بعمل كده انا مش استحالة اعمل كل حاجة يوم واحد الاكل اساسي بيتعامل كل يوم تمام ولكن الترويق بقى العميق والكلام ده انا بمشي في ترويق العيد واحدة واحدة وبالراحة ببدأ تخلصي اللي وراكي صلاة ترويحك صلي اقرأي شوية في الكرآن ويقوم يشوفي ايه اللي وراكي وراي النهاردة البتاجاز يبقى كتبنا في الجدول اللي البتاجازة هوم رواء البتاجاز واخسله ونضفه من الفرن والحوامل بتاعته ومن بره ومن جوه ويبقى ده كده النهاردة يوم البتاجاز خلاص خلصنا البتاجاز اريح نفسي بكرة التلاجة التلاجة برضو من فوق التلاجة ومن تحت التلاجة ومن الجناب وكل حاجة هنا يا بناية انا عملت السلسة زي ما انتم شفتوها كده وحطيت القوطة وحطيت عليها بابريكا وفلفل اسود ومالح مش اكتر ممكن تحطي ماجي وهنا قطعت بطاة سايتين بس مكعبات صغيرة كده وحطيتهم في السلسة وهسيبها بقى كده تاخد غلوتين ولو احتاجت شربة هتزودلها شربة ما عندك شربة هتزودلها ما هي مغلية من الكتل اي حاجة سخنة تزودها بسخنة على طول وهنا كانت الكفتة كمان هتحمرت بصوا يعني الموضوع سهل والكفتة دي من اسهل الاكلات يعني انا وفرتها على نفس النهاردة طبعا عشان خاطر ان شاء الله في روتين تاني هينزلكوا الروتين بقى اللي انا ايه لمت بتاع المطبخ بقى والطرقة وسجادة قدة الاولاد وان شاء الله هبقى ايه اعملها معاكم في روتين تاني مسائل عشان طبعا الروتين ما يتوالش معاكم فانا قلت اخلص كده افطاري وبعد كده لما المية تيجي بقى بالليل اقعد اه اخسل بقى ايه الحيطان نخسل المطبخ زي ما انا بقول لكم كل حاجة هتمشو واحدة واحدة هنا انا حطيت الكفتة بعد ما البطاطس استوت تماما حطيت الكفتة وهنا خلاص المغرب كان هيقزم بقى فحطيت طمر اه احنا بقى ايه يعني مزه هنا قلنا خلاص مش كل يوم خشاف بقى اللي هو بلح يعني فقلنا لأ احنا نجيب طمر وطبعا الحاجة الساعة اساسي في حياتي اه والله نفسي ابطلها بجد يعني اه بس وده كان الفطار اللي معانا عملت كمان شربة لسان عصفور وهنا مخلل ويعني اه اي حاجة بسيطة هتكف ان شاء الله ما تجهدش نفسك وان شاء الله يكون الروتين عجبك وكان بسيط بالنسبالك اه بالله عليكي يعني لو عجبك الفيديو حطيلي لايك بالله عليكي والله العظيم انا يعني مش هقولك انا بتعب باديه في الروتين ولا الكلام ده لان انا بعمل حاجة بحبها فمش بتعب يعني الحمد لله رب العمين بس كفاية زن اولا دي بس شاولك اكتر من كده يا ربا لو انت اول مرة تشرفيني في قناتي تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب كان معاكم اختكم نوجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المستخدمين اشتركوا في القناة